نجحت المقاومة الشعبية والجيش الوطني في تعز في التصدي لمحاولات تسلل ميليشيات الحوث وصالح في عدد من المواقع وأوضحت مصادر ميدانية أن القوات المشتركة صدت هجوما للمتمردين في حي الحصب غرب المدينة ومحاولة تسلل أخرى للانقلابيين إلى حي الدمغة شرق تعز في غضون ذلك تحتدم المواجهات في مدرية ماوية حيث تحاول الميليشيات التمركز في الجبال المطلة على منطقة المسيمير التابعة لمحافظة لحج عمليات التقدم النوعية التي تقوم بها المقاومة مدعومة بقوات التحالف دفعت الانقلابيين إلى تفجير طريق الضمران في منطقة القبيطة شمال محافظة لحج وذكرت مصادر في المقاومة أن قوات التحالف عززت محاور الشريجة والوازعية ومحور منطقة ذباب والعمري في محيط تعز وأشارت المصادر إلى أن قيادات الجيش الوطني والمقاومة تتدارس خطة بدء عملية واسعة من تلك المحاور للتقدم باتجاه المدينة أما في محافظة الجوف فقد تمكنت المقاومة الشعبية والجيش الوطني من تطهير مواقع في محيط معسكر اللبنات وسط معلومات تفيد بفرار عناصر تلك الميليشيات من محيط المعسكر باتجاه مناطق الجوف الأعلى وفي مأرب المجاورة شنت طائرات التحالف غارات على مواقع الانقلابيين في منطقة سرواح والطريق الرابطة بين مأرب والعاصمة صنعاء كما استهدفت مواقع أخرى لهم في جبل حردة بمدرية سنحان معقل المخلوع صالح جنوب العاصمة وإلى شبوة حيث أفادت مصادر ميدانية بأن مقاتلات التحالف استهدفت مواقع الميليشيات وتجمعاتهم في مدرية بيحان ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم بحسب مصادر ميدانية بطرس موسى العربية موسى